اللهم صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحاب وأجمعين إزايكم حبايب قلب أقبركم عاملين إيه يا رب كلكم تكونوا بخير النهاردة بإذن الله كده عاوز أقول لكم إن أنا قمت كده على الصفح عشان أفطر البط بتاعي دخلت تلاقيت في عندي مشكلة مشكلة إيه البط كله أخبر فأنا نشوفها نحل المشكلة بتاعت البرد ديت إزاي وبإزاي كمان إني تلاقيت في إسهالات في قلب الأرض خضرة طبعا مدام في إسهال أخضر يعني في دور برد صاب البط طيب هنحل المشكلة بتاعت البرد والإسهال دوت إزاي هنتكلم في كل حاجة النهاردة تخص الفيديو وهوريكم أنا استخدمت إيه وهوريكم أنا استخدمت النهاردة للإسهال بتاع البط وكمان تقدري أنت لو حاب تستعملي أعشاب هقول لك هتستعملي أعشاب البديلة للعلاج البيطري أو العلاج البشري بس عايز أقول لك لو أنت أول مرة تشوفي القناة ياريت الزي تشترك فيها واتفعل الجرس وما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم منك للقناة يكون جزاك الله كل خير طبعا كلنا عارفين إن ممكن يتعرض البط أو الفراخ ممكن يتعرضه الإسهال أو يتعرضه لدول البرد بس أسباب البرد اللي بيجي دوت إيه طبعا زي ما أنتم عارفين إن البط عندي هنا محطوط في بلكونة مفيش موش متغطي من فوق يعني مفيش حاجة مثلا مدرياء عن الهوى أو عن مثلا أشعة الشمس أو أي حاجة تمام؟ طيب أشعة الشمس لما بتيجي هو بيروح يعود في الجنب كده علشان طبعا يبقعد في مكان ضلة إنما طبعا الهوى بقالنا دلوقتي تقريبا يومين عاوز أقول لكم الجو فيه هوا نسبة هوا يعني شديدة شوية وفيه كمان نسبة رتوبة عالية تمام؟ فممكن يكون هو دوت اللي يعني اللي حصل في الإسهال طبعا هنا أنا مصور لكم الفيديو ده على مراحل يعني هنا كان قبل ما نزل الفيديو مفيش بنص ساعة أو بساعة بكتير عاوز أقول لكم إن أنا دخلت كده إن أنا شقر عليهم بس طبعا اتلاقتهم زي ما أنتوا شايفين كده غيرت النشارة من المبارح للنهاردة مرتين بسبب الإسهالات اللي حصلت ديه طبعا دخلت اتلاقيت البلكون عبارة عن معجنة من الإسهال يعني اتلاقيت الأرض كلها كانت نسبة رتوبة عالية جدا عندهم وفيه إسهال كتير جدا جدا شايفين إلا نوعا ما بدأ الإسهال بتاعهم يمسك حاجة بسيطة إنما ساعة لما قمت الصبح وبصيت عليهم بصراحة اتصدمت يعني كان فيه نسبة إسهال عالية جدا جدا كانت النشارة تقريبا شبه كلها كانت مبلولة تحت منهم تمام طيب الإسهال ده ممكن يؤدي لحاجة أو ممكن يؤدي للكساح ممكن كمان يضعف معاك البط هتلاقي البط كده الدل بتاحها قلب الورى وتلاقيت كده البط هتلاقي البط كده بدأ إن هو طبعا يبتعد عن الأكل طبعا ما يكلش ولا يشرب يبدأ بقى يجوله خمول ما عادش يقدر إن هو يتحرك وطبعا أخيرا مؤخرا إن ممكن يجوله كساح ممكن كمان يؤدي للموت طبعا حل المشكلة ديه إزاي بتاعت الإسهال شايفين طبعا أنا مغير النشارة كلها بطبقة غير الطبقة اللي أنا كنت عاملها إمبارح وكمان بزودة كمية نشارة تحتهم يعني معليها تقريبا عشرة سنطي من الأرض علشان أتخطى نسبة الرطوبة أو السيراميك اللي تحت النشارة تمام ممكن يكون البرد اللي جالهم ده من السيراميك لإنه زي ما قلتلكم في البداية خالص أنا كنت فارشة الفارشة ما كنتش حتى طبقة نشارة كتيرة يعني كنت حتى بس طبقة كده بحيث إن هم إقداروا ييمشوا عليه طب استعملت لهم النهاردة عشان إسهال استعملت في لجيلو خمسمية طبعا ده جميل جدا للإسهالة جماعة للبط يعني حاجة كده بسم الله ما شاء الله بنصح بي دايما الناس اللي هي البط عندها كساح تحط منه قرصة في قلبه الماء وتسقي منه البط ما شاء الله اللي هم بارك أنا طبعا ما حطتش أي حاجة في قلب في قلب السقاية لأن أصلا أنا كنت حطا لهم برشامة في قلب السقاية من الصبح وكنت كانوا بيشربوا منها كنت حطا لهم الأكل العلا في 23% زي ما هو زي ما انتوا شايفين البط السفرة اللي هناك دي شايفين مااش قادرة تمشي أهيت طبعا ده من شدة الإسهالة يا جماعة ما نش عارفة إيه اللي حصل في يوم وليلة هنا برضو البط السودة ده اللي جنب البط السفرة برضو نفس الموضوع آآ طبعا ما شاء الله يعني البط باقي يعني نوعا ما بس طبعا البط ده والبط السفرة يعني ما نش عارفة آآ نسبة المشي بتاعهم بطاقة جدا جدا آآ اتلاقي بقى إسهالات كتير جدا في المكان طيب هنعمل إيه بقى علشان إن احنا يعني يعني نوقف المقروب أو إن احنا نوقف الإسهال دوت أو البرد دوت أول حاجة إن انت هتدي مضاد حية وفي المية إذا كان بقى بيطاري أو بشري مش مشكلة بس هو طبعا أي مضاد حية موجود عندك هتقصريه أو تنعميه خالص كده وبعد كده هتحطيه في المية لمدة ثمان ساعات آآ أقل حاجة يعني ثمان ساعات وبعد الثمان ساعات هتحطي بقى سقوية إما شيح مغلي طبعا الشيح المغلى يا جماعة جميل جدا 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 للبط ليه بيمنع الإسهال لو فيه ديدان بيضيع الديدان بينظف بطن البط يعني بيخليها ما شاء الله بتخلي بينظف تقريبا بطن البط خالص يعني بتخلي كمان الإسهال يروح من عنده بيخلي الحمام بتاعه يمسك في بعضه تمام طيب طيب لو إحنا ما عندناش أي مثلا مطهر معوي ما عندناش أي حاجة للإسهالات للبط عليك بشوية شيح معلقتين شيح على كباية مية هتغليهم على النار مدة دقيقة أو اتنين وهتغطي عليها وهتسبيها فترة لحد يما تبرد وهتغض الكباية دي هتحطيها على نص ريت لمون والمية وهتبداي ان انت تنازليها للبط بتاعك ممكن كمان ان انت تستعمليها ان انت ممكن تحطي مثلا تلات معالق من الشيح على ريت لمون والمية تغلي كويس جدا وبعد كده تسبيه او تصفيه وبعد كده تحطي الشيح ذات نفسه اللي تفري دوت هتحطيه على هتحطيه على الأكل بتاع البط وهتاخد المية الصفية ده هتحطيها في السقاية للبط بتاعك يشرب منها طبعا دي هتبقى جميلة جدا 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 هتضيع عندك الإسهال نهائي جدا عشان خاطر طبعا الإسهال يروح عند البط تمام كده يبقى احنا كده عارفنا حل المشكلة بسيطة جدا جدا بس هو محتاج رعاية ومحتاج عناية طبعا ما تسبيهش الفرشة تحت منه زي ما قلتلك قبل كده يعني شايفين هنا الفرشة عاملة زي الفرشة هنا كانت طبقة النشارة ضعيفة فممكن يكون ده اللي جاب لهم برد على فكرة تمام احنا دايما واحنا بنشتغل في أخطاء ممكن طعم مننا في حاجات ممكن تحصل معنا فاحنا بالتالي طبعا بنبدأ ان احنا يعني نكون كده حاجات بحيث ان احنا نتعلم الأخطاء اللي احنا ممكن يعني نقع فيها قبل كده تمام انا هنا برضو بشرت لهم هنا بصلاية حطت هلوم كده حطت لهم عليها نص معلقة ملح كده بسيطة جدا طبعا هو المفروض ان انا ما حطش ملح جماعة عشان خاطر الاسهال اللي موجود عند البط بس انا حطيت نص معلقة زغيرة خالص عشان خاطر طبعا زي ما انتم شايفين هنا في كتاكيت زغيرة طبعا انا شلت الكتاكيت بعد ما حطيت الخلطة بصراحة شلت الكتاكيت خالص حاجة استهى بعيد عنهم يعني حطيتهم في كرتونة كده لوحيدهم قلت علشان ايه المقروب ما يوصلش للكتاكيت انتعارفين الكتاكيت البلدي او الفراخ البلد عماتها لو وصل لها مقروب مثلا زي اسهال او اي حاجة بتبدأ انها تضعف وبتبدأ ان هي الكش كده وتبدأ ان هي تموت فانا لحقتهم بصراحة واخدتهم من عندهم كده تمام كده طبعا هو دوت اللي انا عملته النهاردة بالنسبة للبط بتاعي ابتديت معاه اول حاجة برشامة مضوط ضحيوة او نص برشامة مضوط ضحيوة حسب كمية البط اللي عندك والعمر بتاعه تمام لو بط كبير هتحط برشامة كاملة لو بط صغير زي اللي انت شايفة كده هتحط نص برشامة او او نص او ارسة عندك تمام هتحطيه على المياه وبعد كده طبعا هتبدأ ان انت هتحطي بعد كده هتبدأ ان انت كل مثلا ثمان ساعات هتبدأ ان انت هتغيار بقى بين البرشامة المضادة الحيوة وبين الشيح او الفلاجيل للإسهال طبعا يعني عاوز اقول لكم ان انا النهاردة يعني بصراحة بجد انا مش عارفة انا عملت الفيديو ده النهاردة ازاي ان انا اتعاكننت على الصبح بصراحة يعني ساعة لما شفتون كده اتعاكننت عاكنانا جامدة جدا فالحمد لله خضر الله مشاء فعل بس اهم حاجة ان احنا ناخد بالنا من وطيور بتاعتنا ونبتدي معها صح شكرا